يعني الكتب اللي بتتعمل هل هي كتب روايات ولا كتب تصقيفية معلومات كل المجالات القصود بقى لو في رواية فانت لازم تتمثل في رواية في رواية بتتعمل ناريته الشاطر جدا اللي هو الراوي يعني يبقى عنده أداء تمثيلي عالي بيقدر ياخد رواية من بدال النهاية ايو بس لو فيه شخصيات ستات هو اللي بيقولها برضو وفيه نوع تاني دلوقتي بدأنا ننتجه ان الرواية كاملة الشخصيات بتتقسم وكل شخصية بيممثل وفيه مؤسرات صوتية وفيه موسيقى طبعاً يعيش الواحد مع الكتاب وبالفعل فيه تقريباً عملنا كذا إصدار بالشكل ده ولقنا الإقبال الجماهيري على أملكيكيشن هو أملكيشن اسمه إيه؟ هو اسم كتاب صوتي اسمه كتاب صوتي فيه على النات حاجة اسمه الكتاب المسموع لا هو كتاب صوتي إنما اسمه كتاب صوتي يعني الابليكيشن اسمه كتاب صوتي كتاب صوتي اللي بيمسك الكتاب وبينمع نفسه مش عايز يقرأ حيخش على الابليكيشن كتاب صوتي ويختار فيه مجموعة كتب بقى نزلت فيه 1500 كتاب دلوقتي 1500 كتاب كويس جداً فيه 1500 كتاب في تقريباً 3 سنين والمكفوفين والناس اللي فيهم المكفوفين أنا بالنسبالي ما كنتش بخلص عشر كتب في السنة دلوقتي بسمع في الشهر تقريباً كتاب لأننا سهي طبعاً موسلي جداً إيه البلان اللي قدام بقى إيه الخطة اللي قدام المشروع اللي أنا قلته دلوقتي اللي هو؟ الممثلين يعملون ده اللي أنت قلتين هو ده الخطة الجديدة أنت رأي كده؟ دي طبعاً حاجة من ضمن البلان ده جداً تعولها غلاف بقى حركات إحنا شايفين إن صناعة الكتب الصوتية لازم تتحول وتاخد جزء من صناعة الميديا والإعلام مش دلوقتي ده البقى الجديد اللي نفكره فيه ده اللي نفكر فيه بجانب النصة مشهور طويل إحنا عندنا تقريباً مئة ألف كتاب يقدروا يبقوا كتب صوتية إحنا أنتاجنا بس دلوقتي منهم 1500 فعشان نوصل للميلي ستون دي لا إحنا الخطة دي محتاجة سنين كتير أحمد مش عارف أقول لك المشروع اللي أنت عاملينه ده حاجة تقدر جداً وأنا وصلت جداً من الفكرة الحقيقة فكرة طبعاً تجنن أنا دلوقتي بقيت فعلاً فكرة موضوع الكتاب ده بس أنا مكنش بستخدم دي كنت بستخدم دي تانية فبقيت فعلاً عدد الكتب اللي أنا كنت ببقى عامل حسابي إن أنا أقراهم في الشهر أو في السنة زاد بسبب إن أنا ممكن أقعد أسمع وأستمتع وبعدين موضوع المؤثرة الصوتية والمزيكة وإنو يبقى فيه كذا حد بيلعب الدور ده أكيد ستبقى مسلية أكتر وممتعة أكتر للمكفوفين والناس حتى اللي بتقرأ ومش قوي مش مواصبة فهي فكرة رطيفة جداً وبشكرك جداً ويا رب أنا أتمنى لك إن الموضوع تتطور ما ياخدش سنين كمان إن شاء الله بشكرك يا أحمد جداً جداً ونورتنا وإلى الأمام وإن شاء الله تحقق النجاح جامد جداً جداً